مع بنت رمضان الجو معنا يسر مزيين انتي يلي تسمع فينا جبنيلكم دبارة بنينا في وسطها حكيه وتشنشينا ملافاش تستنى وعدل الموجة مع نور ولي كخونيكور كل يوم من اثنين للجمعة من مدي تلتر الخمسة عالحياة فام رمضان عالحياة فام بنا اخرى بنا اخرى عالحياة فام هكا اكيد نعجي ورمضان معاكم ديما نجدو الموعد معاكم في بنت رمضان متوحدة للخمسة عالحياة مرحبا بنا سكل اللي معضل الموجة علينا عال تسعين ثلاثة كما تعاوتوا بنا ان شاء الله هكا ندخلو لدياركم بالبركة بالريحة الفيوحة بالامبيونس المزيينة بجو رمضان واحنا نشاركوكم ونحاولو نبرتجيو معاكم الأجواء الرمضانية وينما كنتوا قاعدين تسمع فينا خاصة من خارج أراضي الوطن هكا وين تصلكم ريحة القروين ونحاس القروي ووزينة القروية شكر كبير ليوسف الصدفي اللي ديما هكا بأمن لنا الدكورات في الستوديو للناس اللي قاعدة تفرج علينا ديا ويبكام مع الباج اوفيسيال امتاعنا واكيد زيدا شكر كبير التوكال اللي ديما ديما مأمنت لنا الحسة وثيلة شهر رمضان كنحكيو تيوكال نحكيو أكيد البنا نحكيو أكيد نحكيو على بخوديو مغي المصابر نحكيو على أطماطم بنينا ميشي قارسة نقولوا أكيد دهريست منارة جربة نحكيو على المعجون على كلونية كريمة أكيد زيدا نقولوا الغلة التبعية والسان كولوران الحاجة المفيدة باشا باشا اللي نستعملوها بيانسور في الميكلة متاعنا ونودوا بها الصغير والكبير هذي هي توكال اللي مش رفقنا طيلة شهر رمضان المعظم دائما نكونوا معاكم تقريبا تعودتوا بنا وبفقراتنا تشنشينا تكون موجودة عندكم أيضا لغسات مع الشيف بعد شوية سنوزيدا الحكايات من كل الحق العالم احنا كيانكم على التونسي عنا و كياننا على المصري عنا هذي كله أكثر أمعاكم انتوما وايكيب كاملة أمعانا تحية كبيرة للأيكيب تكنيك ساعة انتون رحب ترحب شخصي بالمخرجة بعد أحدها هذه الساعة سوهاي رحموا فيه بالقديم بالقديم رحبا بيك سوهاي الآن يصعدنا بشا 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 أن يكون بحضينا سوهاي دائما في الدجيتال لكيما تراهوا فيها قاعد علفاس أوفيسيال إلي اللي مشروف علي المخرج العزيز عندنا الدجيتال أكيد السوهاي سوف ينسيش مرتينو بعد قليل سوف ينسيش المرتين من الأبوخيط والذي معنا في القطة الإخراج دائماً نورتنا في السيديو على حياتي تتعلم معنا على حياتي تتعلم معنا على حياتي تتعلم معك فنقول كسيبون كيف ينفقون معنا نربيجي معكم مقدم الميكرو وكما العادة الكيب منورة باللكيب اللي معنا بيأسير وباللكيب الحلوة اللي ديما بش تكون معاكم تحية كبيرة لك حامزة بشيخ مرحبه هابي بيردي تو يو هابي بيردي تو يو هابي بيردي هابي بيردي هابي بيردي تو يو هابي بيردي هابي بيردي هابي بيردي برغب 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 نعم 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 حمزة بشريح نعم محمد سيف الدين بولاريس نعم شكرا يا آمنة بوخيت الله يفضلك لنا و الله يجعلنا لحياة أفام نعم نكمل معكم للأخر لخاطر عارف كلمي كل عام متحية بخير نحاول أول أخوتي بفضل نحستمر البر نحستمر البر صلاح خلينا نكمل الدعكة مع رجل العسر أول ليش ليش زوهي رجع لارج رجع لارج يعني زوهي اللي عملك سوف تسيري سوف تسيري لا حتى حمزة قبل الهواء أعمال أحلى جوة كمان لا الحقيقة والله إن شاء الله يا جماعة أنتوا معكم قاعدين تشوفوا الناس اللي قاعدة تفرج علينا فيها فيسبوك تشوف الأجواء في السوديو إن شاء الله هكا نكون وشراكم الضحكة والفرحة وتخني لكم بالضحكة وبالإيجابية وبالحاجات البيهة الكل نحن هذه هي أكيب الحياة أكيب محليها أكيب مزيانة تحب تشرككم الأجواء وتحب أكيد نكونوا معكم بالضحكة وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا شكو كيفك اللي أمنا شكو كيفك لله فرحين بيك لأكيب الكل مع أمونا نقول لها بجد تحية من الحياة فيم كأسرة معناها الكل إداريين وموظفين والناس اللي كل عام وانتي حياة بخير يا أختنا الغالية وربي فضلك وعطيني بليها في بردي ملول ومرة أخرى حمزة بلهي مرة أخرى يا خطر مش نخرج بأخرج هيا مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا مرحبا أنا مش قادر أمسك نفسه مدعك أحلى جو ده بجد أولا مساء الفل ومساء الخير طبعا رمضان جايب النفحة وجايب الفرحة كمان في نفس الوقت أتبالك نفسك بس نوظر نوظر الخائي من الله بساني علي بيه أنس بركة للوجوه مشرقة هكا وكلها تبتسم إن شاء الله ديما يا ربي هكا الضحة موجودة يا ربي دايما ندعك والفرحة والسعادة والبسمة على وششنا حتى حمزة يعني عملتنا وهو ديو قبل الهوى ديو مصر تونس إن شاء الله نعمل أحلى جو إن شاء الله في البرنامج النهاردة وعاوز أقول صديقتنا أمنا كل سنة أنت طيبة وعيد ميلاد سعيد وإن شاء الله يا ربي يعني في السنة الجديدة دي تحقيق كل اللي بتتمنيه وكل اللي بتحلامي بيه وإسعاد جدا بكم بحمزة وبنور وبالشيف أمين وبكل أسرة البرنامج وبالسادة المستمعين يا علي شك سلاح مرحبا بيك يا سيدي دائما نمنورنا شفامين مرحبا شفامين وبيك نور عسامة عسامة حمزة عسلامة أخونا سلاح عشان لأختنا أمنا شاء الله كل عام هي حياة بخير ربي يحفظها ويفضلها الرجلة شاء الله ربي يفرحها بصغيرات سينو كالعادة اليوم عنا تبارة جديدة عنا روسات في المالح والحلوط حضرنا كالكرني والأمور الدنيا كل تمشي ومورنا منظمة اليوم ستة زيت ستة زيت كمالعادة عنا المالح والحلوط دخلوا روحكم في الاستماع حضروا كل الوريقة والسلو لغوثات متاعنا أكيد احنا متفاهمين ان انا وشايف اخر رمضان مشايف دعانا كيغنية هكي يكون فيه لغوثات الكل متاع رمضان الكل ان شاء الله بقدرة ربي سينو بعد شوية اتعودنا بالتشنشينا متاعنا بمختلف الفقرات بعد شوية بشرقوها على البرج اوفيسيال متاعنا هذي هي بنت رمضان ان شاء الله يا ربي هكي ندخلو لكم ديما بالضحكة بالبهجة بالحاجات الإيجابية بالبركة زيدة لدياركم هذي هي بنت رمضان على الحياة تفهم شاء الله ديما الصحة بخير شاء الله ديما انتوما بخير اللي تسمعوا فينا مرحبا بالنسي كل الحياة تفهم بنت رمضان بنت رمضان هيدا جونا على بنت رمضان والحياة تفهم احنا كيدو كاملين معاكم إن شاء الله وين ما كنتو قاعدين تسمعوا فينا كيدا على www.lhiaatfm.net من خارج أراضي الوطن وإلا على التسعين تفا على الحياة تفهم ديما نتخلو لدياركم إن شاء الله بالبهجة بالفرحة بالحاجات لبنينة الكل وأكتما عاودنا لكم دي معانا حمزر الشيخ بالمقاطع الموسيقية لدينا دائما نشاركنا معاها فيهم ونحاولوا نزيدا نشاركوكم وانتو معانا خاطر نسليتاو في الكوجينة يعملوا هكا بوز من القليل متطيبة ولمحانا نزيد بكرة على القليل من قصر الخضراء أموه على القليل هكا ويغنيوا معانا شوية عامد شعالنا اليوم؟ اليوم عنا جاوي وبخور وسنجق الدور اللهم صلي على الرسول اللهم صلي عني بي اللهم صلي عني ايه تغنيوا معايا يا جماعة هكي ما تخليميش واحدة تعرفوا سيام ودنيا هكا اه تخبيع اه مسعد أسباحك يا حورة فزتي على جميع النساء جملي الله الله يا أمنى بشراكي جل الذي أعطاكي في حملكي بمحمدي رب السماء لك في حملكي بمحمدي رب السماء لك يا أمنى بشراكي جل الذي أعطاكي في حملكي بمحمدي محمد رب السماء لك في حملكي ليه محمد رب السماء لك وفي سفر شعال خبر الله الله المصطفى سمح البشر وفي سفر شعال خبر الله المصطفى سمح البشر وفي سفر شعال خبر نتعب هذا نبي زاكي ليك الحمد يا يا بولانا خلص انت جادت آقايا يا مباشراك جبل التي عطاني بيحمل كيلي محمد رب السلام يا محمد بيحمل كيلي محمد رب السلام يا محمد يا شب ترحصني سلتك بالصحاب اشفع فينا يا مول العين يا محمد يا شب ترحصني سلتك بالصحاب اشفع فينا يا نور العين يا سيدي يا باب الزهر يا سيدي يا باب الزهر اشفع فينا يا شب ترحصني سلتك بالصحاب اشفع فينا يا شب ترحصني سلتك بالصحاب اللهم صدك بالصحاب اللهم صدك بالصحاب يا زب ترحصني سلتك بالصحاب الشب ترحصني لا ترحصني قد للقاء يا الله 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 خدمة بسلاك على السولة سلام صاليا عني بي صلى الله عليه وسلم ما يعطيكم الصحة الأولاد أكيد على الجو هذي والامبيونس اللي عمطونا في الستوديو هذي الأجواء بتاعنا الرمضانية والقيروانية إن شاء الله تسلكم وينما كنتوا قاعدين تسمع فينا وأكيد ما يحلق الجو كان معنا مع بنت توكال اللي دي ما تقدم لكم أبن معنا ده نحكي وكيد على هذي ستم نار الجربة ونحكي وعلى طماطم البروكي نحكي وعلى حاجات بنينا برشا 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 دي كل دي ما في غوست متاعنا في غوست توكال بالجودة والحرافية عرفناها بأيدي تونسية قديناها توا خبرة أكثر من ستين سنة منتوجنا تونسي مئة بالمئة مختار من أعزما فاما متماتم للغالة إلي إلي توكال توكال فهمتنا الكل توكال فهمتنا الكل رسات توكال رسات توكال رسات توكال كنلولي كنلولي لدينا دي ما في اللازاني وكلما نبدأه بعض رينا حتى في المعنى ما فهمش باش 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 بشدفرنس ما بين اللازاني و كنلولي فالفارس يتبدل فاللازاني يكون لجي اخف معناه الفارس يكون اخف واللازاني يزيده بطبيعة السوس بشاميل معناه في الازيتاج متاع كل بات في المتنيه خي بيان اهلوك شون نسحقو للزكاليلوني احنا مش نعطيو ديزي دي متاع الفارس الكانيلوني مش نعطيو كاتري دي اجلتا انتاعو كوهك الوب المتاعج كل بات والكالوري الى في دك ونبدأت في الأمام الفارس لنضع 400 غ الحم مفروم ونضع بصلا ونقصها بصلا ونقصها بصلا بصلا بيدا بصلا بيدا من الملالي فارس لنقصها بصلا ونقصها بصلا ونقصها بصلا علينا نقصها بصلا وعلى بصلا لا احد الضم نستحقها بعض الثوم لنقصها بصلا فلفل فلفل أحمر وحبا���نا لتواجد فلفل مكوش من الم respuesta احنا نقصها بشسر فلفل أحمر ونقصها نكسر بعض القوة الوردينيرة بتاع البابريكا اللي هو الفلفل الحار العادي باش نسحقه شوية طيب طيب واش هذي الفرس الأول الفرس الثاني باش نعملوها بصدر الجيش معناها اسكالوب إذا عنا اسكالوب دو دوند ولا اسكالوب دو فولي ونجمو زادة نستعمل لفخاذ متاع الجيش هما الافخاذ دي ما فيهم قيمة غذائية أكثر ومعنا حتى فلقوم تحم أقوى مصدر ومبلوس معنا اللحمة متحم طندر تبدأ أكثر تبدأ أكثر مصدر تبدأ أكثر مليزمي فرقونت اللي في خبل على قد ما يكتيب على قد ما يزيد يهبه اه واضح بي لذلك مش سحاق وزادة كيف كيف 400 جرام الجيش المريناد متاع نحنا دي ما الجيش دو بريفيرانس نفوحو قبل ما نطيبوها دي ما نعملو له هكا فاح نعملو انا نفضل دي ما المتارد نعملو مغير فاح المتارد فوحو بها الجيش نعملو مغير فاح المتارد لعدها تحتاج بالوصف آيرانس يطلق نعملو قيارش ثم نعملوا كيف نعملو على بكتيري اسمها سلمونلا معنى المواضة التكاثر هي وقت الغسيل أو في التمبيراتور العادية التي نعيش فيها معنى التمبيراتور الأمبيانة التي نعيش فيها صحيحا ما هيش صحيح كما نحب أن نقضيها على البكتيرية يجب أن نغليها يبدأ من الماء يبدأ من الماء حتى يصل على 100 درجة حتى يبدأ يغلي الماء حتى نعرف اللي هو سيبان مثلا لحقيقة لا يستغلق حتى نحن نتحق 400جم كنا نقوم بعمل بغير فا من 3 حتى نضع بغير فاكريم فيريش كل وحد فمشون حتى نعرف أليه يبيته في البن يبيته في البن لتجعل اللحمة ترين ومن ثم يعطيك السابور تبدأ شيخة من داخل راوية كل عادة ملح في الفل اكحل نجمو نعملو عاصر أبقارس نجمو نستعملو في الفحم نجمو نستعملو فلفل مداشجي نحبوك شوية الحرورية نجمو نستعملو شوية الهروستيوكال نحطو حتى اشترم غرفة في المرينات كل شخص يختار في الفحم نجمو نستعملو ثوم لبسال الشايحين لبسال الشايحين لبسال الفرس لبسال معدنوز لبسال شامبين لبسال الشامبين الفرس الثالث لبسال ريجوتا ريجوتا وسبنخ ريجوتا وبناء و شوية شامبين و شامبينون و شوية زبدة وثوم و نزيدهم لريجوتا هذا يبدأ الفرس هذا فرس أخرى نعم نحن نعملو مره و نحطو مثلاً دو شوية في كل مستعمل بسيئة لما لطيف أو beginnings فرس بالسطيس كيف يصبربر؟ على سبيل المسم فالبعض من العبور فالحط يبدا فليم تاعه تريف مش قروس وراته وكل قوين شوية لحقيق ما يمشيوشها كثريكا طيبين ولفاحم تاعهم يكون ملح في الفلاك ومعهم شوية تبصل شوية برسيل شوية معدنوس معناها هذا ما لفرس كل واحد كيف يحب برسيلة كيف يحب برسيلة ثم أسلوس صغيرة نجم البات نطيبها شوية في ماء يغلي دوب الليش إذا نضعها أكثر من ثلاثين ثانية رأي تتحل البات لا تتلم أصل هي ديجاك نضعها في ماء يغلي نضعها في ماء يغلي نضعها في ماء يغلي دوب الليش نضعها في الفارس وفي الفارس إذا تحب تسهل على روحك اضعها في بوش ولا تأخذ حاجة لا تكون لك سهل نضع الكريم لذلك يكونوا بلية معنا مقشرين دوب ما نسمتوه ما نحن شوية الماء نقشرونهم كونكسية معنا لها تكون هاشي نضعها في ماء يغلي نضعها في ماء 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 نوعا نضعها في شيئ والتكرام تدامها في ماء نضعها في نضعها فتح أقل طبق أقل طبق في كالوري نصور انا أقل اقل واحد فيها دي كيلو كالورية ذي ما مازلنا متخنيش في القبط الثانية غيش حدا حد غاديو داكا ايش دي ما ننكملوا السستومات بتانا نعودوا نفكرون بالنسبة لل مش نعطي جز تقبل معناها ما ندخلوا في السستو ما تروا لكم بنزام معنا انا نخلطه بين الحم بقري و الجاج رم يأتي مع بعضهم الجاج والتوسكية فرويدمير معنى الجاج والاسكالوب داخل توسكية فرويدمير رم يأتي مع بعضهم الفرويدمير معنى الكروفيت الشويبي والقرنيت والكلامر يأتي مع الحم بقري نظام الحم بقري و تنجو تعمل انت مثلا تاخذ لحم بقري نحن نخذه من الفخذ أو فليا أو حتى من البوترين انا اتمنى ما نسميه احنا نعناب القروين نشتعم فرويدمير بقري و لا نعنى مشكل على سبيل المعلوم بالتفاق لهم يتواجد ونحن نحن نحن بقري حم عالوش خطر القوامتين قوي و معنى ايجو يكون متميز على برشة دي بريباراتين و اخرين نحط معاها جيج و الحم باخري كذا و بشي قاد الحم العالوش قوي نرجعوا طاول السوسطمات متاعنا قولنا عشنا حطوهم غرفة ونصف نحط نحط 3 عبادة طماطم دو بريفرنس طماطم هدون مقاشرين ونقصوهم صغار محروشة معنا يكون قاسية نحط في شوى ثوم نجمو نرمو فيها اوريقارندن نجمو نرمو فيها بازيلك نجمو نرمو فيها اوريقان ويضع المشاركات المزيدة ويضع أشطر ويضع المشاركات ويضع المشاركات تماما كمسكو كمسكو امتل ترسل الكيسان بل نسحك أمم 100 جرام نخطر المزل ونخطر المزل مع المزل ايضا مع المقرونة ويهزن الدنيا أخرى اذا كويسان من كني لوني يكون لدى 20 دقيقة في الفرور 180 درجة لا تسحق برشا سخانة لان نبدأ سمطناها من اللوني سينو الفارس لكي يكون طيب بطبيعة لكي يقليون مع بعضهم كمية جرام فروماج وفق الكاني لوني هذه الكاني لوني متعنا لبنينا حمزة يستخايف بارمزان وكاني لوني والأجواء لبنينا لا تخوش برشا وقت غي المورة والكاني لوني ونجمو بالنسبة للناس دي قاعدة حتى تتحافظ على الوزن أو تحب على حاجة فيغان أو تحب على حاجة ما فيهش برشا دي كالوري عندكم الشواتين أو تحب على حاجة كالوري كذلك كيف كيف جبنا لكم الفارس المناسب في الكاني لوني هذا ما فيه مرخص المالح لليوم في غسات توكال نمشي قبل أكيد نجم نعطي رمارك نور فما في الليبات نور فما في الليبات كمبلي يعني يبدأوا فيهم مثلا نسان جلوتين اللي عنده ماليجيم والغلوتين فما الليبات يبدأوا معناه أباس دوبلي موجودين صحيح غالين شوية ما اللي يحب معناه يحب على ريجيم وحب ينظم يكون أقل معناه كيلو كالوريك يأخذ معناه الليبات كمبلي معقول جدا يوالي موكلفة شوية أمام ميسيرش أمام موهو جنيرال موهو يعم ريجيم مخنش عليش أنا هكا نحبش نزرفه على برنيره نناكله ونتعط على ريجيم بالنسبة للي اعطيناكم اعتصحة شف أمين اليوم اتفننا الحقيقة للنس اللي فيغان للنس اللي تعم في ريجيم للنس اللي تحب الميكلة والتمخميخ جابلكم برشا في الغصات اليوم نمشي للحلو ماذا نعملوه خفيف خفيف انظيف ماذا نعملوه كعبية البانكيك والمعجون تيكالم خاطر كل اليوم نتعبو نتعبوه في الكوجينة نعملو حاجه فكرتني في البانكيك تأخذ مننا خمسة دقايق ماذا نعملوه بالله يا سيدي هاي فرزة بوشيخينا البانكيك نحن نعملوه نحن نعملوه نستحق 65-60 جرام زبدة 30 سنتيليتر حليب نستحق بشعال المسكف نستحق بشعال الصور وثنين هذا العمل نستحق بشعال المسكف نستحق نضي العمل نضي من قليل فقط. نحن نستحق بشعال مستحق كم نستحق بشعال Clover هناك المنحلة، من المنحلة لدينا البنكيك المنطقة والمغيان لدينا الكثير من الحقيق تعالى فى العظم يخموها للعظم لا صفر رحالا على صفر يقول لنا حكا يسر خفيفة وعلى منهم يقومون بها بالعسل أيها الناس و很好 سوف تجاء حقيقة الجابونية تجد نظام التطبيق كانت تطليق العظم معنى أن يكون أخبره و يجب أن يحتاج البلد بالتأكيد هذه الأمريكيان يعني من الدخول على خلط المكوين على الإسكال وهناك الملاج نض vont على الحجم و الت wi-fi هناك حشبي تجعلوا بخطروا الوصف نضيفوا الوصف ونضيفوا كعباتهم ونحركهم مع بعضهم والفوت نركضهم مع بعضهم ثم نضيفوا الزبدة الذي ذوقناه في الميكرواند وخشوك ثم نضيفوا الحليب ثم نضيفوا حليب قليلا ونضيفوا الوصف لن تفعلها كما تفعلها نزيدها الحليب لن نتعرفها لن نستخدمها أقل حاجة لإفتاح نستخدمها للسحور ونحضرها بعد شفاق القضر بعد ذلك نستخدمها نستخدمها في الكنفيتور ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وضع شكر وضع الشكر برنامج بالحق فنجمنا برشا 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 لبنكيكس حانها لكي يبدوا مزالوا ويبدوا سخان وبنانو خفيف والله يجوا دسير لكيكس نجمنا بكل كوركولن نصير نجمو عنها دو ميطا وضع مغرفة معجون ولا شوكلاة ولا دفعا ما نحبو دينها نضعها في وسط البات نضعها مثلا نطيبو على المقلمة بشوية زبدة بطبيعة نضعها في الكوركولن واللنسير اللي يزدنين نغطيو بشوية بات ونجمو نعملو قلب ونجلو كما الجلاسون مثلا معنا بشن شربو بيقازوزة ناخذو كل مولا ذاك نضعو فيه بعد نضعو في وسط البريباراسيون نغطيو بالبات حسنا بعد الزود نجم فوجة شوية فيها كوركولن معناه كلموس وشوكلاة كتقصها في الوسط يبدأ كالقلب هابت كالشوكلاة السيحة والله شهيتني هكا في الموس وشوكلاة في البنكيك اللي في وسطها بقلب هايوا 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 مدة يعني السوة بتاعتها بتبدل قديها على النار نخلط حاجة قبل حاجة فهو من شاء الله انا قعد بركز في الحاجات دي لان انا بحب التفاصيل جدا في اي حاجة فهو من شاء الله عليه طريقة شرح مميزة اي نعم انا بعانك جدا في بعض المصطلحات الفرنسية اللي اكيد هاسأله على ترجمتها بالعربي علشان كل ده انا هاعمله ان شاء الله يعني عندك حسة تردكشن اخي فعلشان كده ما بعملش مداخلة كتير هو بيتكلم علشان ما حريكش نفس بقى ليه المفيد طوي ذوقك هكا طو مرا يعملي انا نسمع الكلام ده من اسبوع بربي ولا حد ودك هكا بحاجة شعلا شعلا على خير قبل سبع عشرين في قاتلة ربي اسيدي وعد منا يلا سيد احنا نازلنا متواصلين معاكم بعد شوية اكيد بكم كاملين معا الحكايات وروايات معاك انت زيدة حمزة بالشيخ في صندوق عجب ايضا ما ننساوش زيدة كل مهو حكايات وامثلة الشعبية معا السلاح في معا المصري وبرشوبش خاليكم معا موجز الانبائي قدموه الزمالي من قسم الاخبار واحنا نكملين معاكم حتى الخمسة مرحبا بنا سكولي مغضلا موجة هالينا هكا بالاجواء الرمضانية نكملين معاكم بنت رمضان حتى للخمسة ودائما لوقيت ترين نستانيو الحكايات اللي دينا من قام الخابية تسويد في صندوق عجب صندوق عجب صندوق عجب ايه سيدي مرحبا بيك كالعادة حمزة بالشيخ اللي ديما امنورنا في استوديو شعر السيما مرحبا بيكم الناس الكل مرحبا بكيف المستمعين ان شاء الله تعجبكم لحكاية اليوم فهبرشة كأسرار الخفايا الغولة الأساطير اللي تربينا عليهم في الصغرى يحكيونا على الغولة وحب يقصد بيت ربي ويمشي زمزم قال ايش نعمل زعماء نخلي هكا السبع صبايا وحدهم برا نمشي ايا سيدك قرر وش رايلهم كيما نقولوا اشيك فيهم عام كامل مونق ما يقول الفم واللسان زيت سميد كسكسي سكر فاح ووص عليهم كلايب عنده كلب مربيه اللي هو صغير كان متعلق بيه برشة ووصاهوا عليه وصاه ميحلوش الباب الدار لحتى حد وحتى باب الدار جدرو زيدا ومشي على روحه ايا سيدك قصد ربي عمك عليه مشي للحج اسمع عمك الغول طواب هكا السبع صبايا وحدهم حبي يكلهم في الليل شد ثنيت دارهم ومشي لهم فرحان وهو يغني ويقول سبع صبايا فيك صبايا يتيح الليل وناكلهم واذا بهكا الكلب يجيوبوا سيدي وصاني عليهم والله مدذوقهم اه ربي يجري خايف مك الكلب يبكي ويقول يش ليلي على ركبي ينبيح الكلب علي من غدوه هكا الغول البس حايك وتنكر وعمل روحه وخالتهم حذرش قاله معبيه بالعصيدة الهيلة ومشي لهم دق الباب عليهم ما بيوش يحلوله ابدا يلحلح ويقول يا ناري انا خالتكم كيفاش تقعدوا وحدكم هاني جبتلكم اش كتب من ربي كيف سمعت بيكم وحدكم عيب تردوه علي ابوكم رو صعيب حبيت انجيل بي رحن بيت بحذيكم انونسكم يا اخي الكلب اللي عندكم هجم علي وقطع لي حايك جديد ايا سيدي حلولها الباب دخلت وعطاتهم هكا شقالة اكليوا هكا البنات واستكثروا خيلها وقالولها باش ترجعت بيت بحذينا وتونسنا قتلهم بيهي شرتت عليهم باش يرتاحهم هكا الكلب متاحهم قالولها بيهي زيدا لكن البنية الصغيرة اللي فيه في السبع عصبية بديت تقول لهم ردوا بالكم راهي ما هيش خالتنا ما عانيش خالة عمرنا ما سمعنا بيها ما سمعوش كلامها الحاسيلو وضربوها وقرصوها وفي الليل كل ابنات داروا على الكلب بذبحوه ورمووه في الشارع واستنىوا خالتهم هكا الغول من جهته اخرجوا بدا يقول ويعاية فرحان سبع سبايا فيكا سبايا يتيح الليل وناكلهم وهكا الكلب الميت الملوح في الشارع تحركوا جاوبوا سيدي وصاني عليهم والله ما تذوقيهم هرب الغول يجري خايف يقول ياش لالي على ركبي ينبيح الكلب علي من غدوة رجع الغول هكا السبايا وقال لهم هكا الكلب يلزم بتحرقوه ثلتوه منفعش فيه تويزم بتحرقوه سمعوا كلامو وحرقوه لكن اللبنية الصغيرة تذكيت خبت له وذنيه يا كهو ليل الليل مرة اخرى وجاهم كيف العدسي الغول يقول سبع سبايا فيكا سبايا يتيح الليل وناكلهم وصوت طلعلوا من هكا الرماد اللي حرقوا به الكلب يقول سيدي وصاني عليهم والله ما تذوقيهم هرب هكا الغولي عايت ويقول ياش لالي على ركبي ينبيح الكلب علي ياش لالي على ركبي ينبيح الكلب علي مقايس مقايس منهم ورجع لهم غدوة سباح وطلب منهم يرمي ورماد في البير لكن ديما كل ليلة الصوت يجاوبوا من البير كل عادة سيدي وصاني عليهم والله ما تذوقيهم رجع أكل بوهم الحج ادخل فرحوا بيه نشدهم على الكلب قتلوا لبنية الصغيرة وحكيت له الحكاية متاع خالتهم أثم الهدرة وقال لهم ما عندكم شي خالق هذا رهو غول هتوا نوريكم فيه وفي الحين مشي أبوهم أحفر حفرة زرداب كبيرة قدام الدار وعباها بالنار وغطاها بحصيرة كبيرة ورد عليها التراب لكي لا تظهرش للمره سيدك الليل طاح والغول جاوي عايت كالعادة سبعة سباية يتيح الليل وناكلهم الكلب الهناه من بحشي قال فرستي يعمل هكا سي الغول ينجز على هكا البابي كسره وتعدى على هكا الزرداب طاح مات وهكاك هالكليب حتى لو كان مات نجى السبعة سباية وهذي حكايتنا سبعة سباية في جاسباية هذي الحكاية فكرتني بالليلة والذئب أما الفيرسيون تونيزية هذا ليس من المصر يخبر الناس و لكن نهتم تفهم الشيخ الفيرسيون الخلط و كلا و يبدأ يقول خمسة بنا تمزل و بعد ذهب الاربع هذه الفيرسيون الليبية والزيريون اللي حكيت هالكم اليوم هي الفيرسيون التونسية التونسي غول مختلف غول مختلف بس الغول ده عر أو خايف يرغي للأيام زمان اللي كلنا نتخف منها الغول هذا كما قالت نورة والحكاية كي من هكا بدي يأكل بالكعبة 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 اللي منعة الصغيرة منعة الصغيرة الثقية اللي فيهم مين تخبيت مشت تخبيت في حفرة لقات فيها ثعبين كبير صحيح تصورك الثعبين هذك هو اللي حماها وصارت قصة أخرى إن شاء الله نمرة أخرى نحكي يوه صحيح حتى بالفرسيون أكي مشاء الله تكون عجبتكم على فكرة الكصة دي لها علقة بالمثل اللي أنا أقوله بعد شوية بحقا يعني هتعرف إزاي سبع صبايا خيبين هنوعتكم أفنجو الصراح للمثل الشعبي اللي بشيحكيه باند شوية سينو إحنا ترتيحة صغيرة صغيرونا هاكا مع الموزيك بما أنه ضيق الوقت الحقيقة ونجغو توشويت مع المصري رمضان أحلى على الحياة فام يلا احنا مازلنا متواصلين معكم لوقيت اللي نستنى وفيه ونحكيه مع الأمثال الشعبية توت سويت مع صلاح في مع المصري مع المصري وتوى وقيت مع المصري يلا صلاح مرحبين مرحبين مرحبا بك يا نور لنا عودة مرة تانية مع السادة المستمعين الفقرة المميزة بتاعتنا فقرة الأمثال اللي أكيد الكل بقى يعني مستنيها إن شاء الله انا واحدة من الناس مستنيت إن شاء الله يكون المسأل بتاع النهاردة يعني وزي ما قلت الحمزة من شوية هو له علاقة شوية بالقصة اللي قالها بيه؟ والناس دي بيدخل علينا دخلة بالخير لكن من وراهم شر وبيعودوا يكيدوا لنا المكايد لكن بتلف الأيام والمكايد اللي بيكيدوها والشر اللي بيبقى جواهم امتجاهنا هم اللي بيقع فيه فهي دي قصة المثل بتاعنا وعايزكم تستمرتوا المثل كده يعني آآ أنا اللي حفر اللي حفر احنا نقولها اللي حفر حفرة كيفاش يقولها حمزة لأ هديك بالعربية يحافر حفرة السو تحفر كن قيسك احنا هديك جان قول هو المثل فعلا من حفرة حفرة لأخي وقع فيه من حفرة جبا لأخي علشان كده أنا بقول لك اللي هو علاقة بالهول محفوظ لهو اللي هو يعفي النهاية على فكرة المثل ده يعني مش عربي وبس اللي ده هو شهير جدا في أكثر من دول العالم موجود باللغة الصينية وبالهندية وبالتركية لكن كل دولة بتقوله بالطريقة اللي تتناسب مع ثقافتها المثل ده القصة بتاعتي وراه ثلاث روايات أو ثلاث قصص كل قصة يعني هي قصيرة جدا لكن بنخرج منها بعبرة وبعزة قصة الأولانية بتقول وهي دي أقرب للصواب إن كان فيه اتنين إخوات الاتنين دول كان فيه ومحدة غاني جدا وكان تاجر وكانت الناس كلها بتشتري من عنده وتخدم معاه والأخ التاني كان فقير جدا ومش كان فقير بس كان فقير وكان كفيف ما كانش بيشوف لكن الأخ الغني كان قلبه آسك جدا على أخوه ما كانش بيحبه وكان دايما بيحس تجاهه بإحراجه وإنه هو سبب ضعفه وإنه هو سبب إحراجه وما كانش بيحب لا يقعد معاه ولا يشوفه ولا حتى يستعرف به زي ما بيقول فكان الأخ الغني كان عنده بيت يعني بعيد عن القصر بتاعه شوية بيكتمع فيه مع كبار التجار ومع الأغنياء بيعدوا يتكلموا مع بعض في أكبار القوافل اللي هتيجي والأمور المادية فكان أخوه الفقير الأعمى كان يحب يتشرف بأخوه دايما وحب يقعد يقول قدام الناس أنا أخو التاجر وأنا أخو لكن أخو ما كانش بيحبه فهو ماشي كل مرة بيتحسس الطريق يعني هو مش عارف الطريق فهو رايح يفضل يتحسس الطريق ويقعد معهم وأول ما يوصل أخوه الغني يفضل يحس بضيق ويحس بإحراج يعني إيه إش مقز منه ومش عاوز يقعد مع زي بيقول باللهجة المصرية مستعر منه تمام تمر الأيام خلاص هو عاوز يتخلص من أخوه علشان ما يسبب لهش أي مشاكل وإحراج فكان عنده بعض الخدم فطلب من الخدم بتوع قال له هو بيه هو عارف الطريق قال له لا هو مش عارف الطريق قال له أنت بالحل وهو راجع من عنده في مرة بالليل أحفر حفرة في نص الطريق علشان ما هو راجع أخوه شفتي أخوه وعاوز يقتله علشان ما هو راجع يقع في الحفرة ولما يقع في الحفرة يموت فأنت تردمه عليه فأنا أتخلص من أخوه ففعلا عمله اللي هو قال لهم عليه حفر حفرة لكن يشاء ربنا أنه هو ينجي أخو الفقير ويروح من طريق تاني تمام ففضلت الحفرة زي ما هي فأخوه الغاني أم عشان يصلي الفجر وده حاجة كمان أنا عاوز أقولها مش كل أحد يعني يقول أنا بصلي وأنا بصوم وأنا بعمل أهم حاجة هالمعاملة ما بين الناس يعني حق ربنا هو اللي يحسبك عليه لكن حق الناس أديه فالمهم ربنا نساء مكان الحفرة ده فهو رايح يصلي الفجر في عدمة الظلام مش شايف الغاني وقع في الحفرة فالخدم سم عصود صريخ فقالوا يلاس يبقى هو ده الفقير أخوه فيرجوا عليه وردموه لحد ما مان يا الله تيه ثاني يوم الصبح والخدم شافه الفقير الأعمى وهو ماشي فقالوا له أنت عدت من نفس الطريق ده قالوا من المشيت من طريق ثاني فعرفوا من اللي مات هو أخوه الغني فقالوا سبحان الله من حفرة حفرة لأخيه وقع فيها ديه دير جواية الأولى الرواية الثانية في عجالة برضو أن كان في اتنين أخوات أبوهم مات فخد الورث من أبوه بالنص ففيهم واحد كان بيحب الخدمة وكان مكتهد وكان مشروط جدا فخد الفلوس دي والمال ده من أبوه كبار وعمل بيتجارة كبيرة والأخ الثاني خد الفلوس صرف على ملازاته وشهواته وفي المفاسد لحد ما بقى فاكر جدا فلما بقى فاكر جدا بقى الناس تعطف عليه وتعطله فلوس لكن أخوه الغني كان ابن حلال وقتها ولم عارف بالحالة وبالضيق الأخوه كان موجود فيه مردش أنه يعقله ماينفعش أنت تسأل الناس واخوك موجود فبدأ هو اللي يعطيه الفلوس وقال له كل ما تكون محتاج أي فلوس أو أي حاجة اطلب مني وأنا أخوك وربنا يعاوض عليك لكن أنت اللي ما حفظتش على ورثك وعلى مال أبوك لكن أنا هقدر أساعدك فبدل ما أقول فقير اللي ضيع فلوسه يشكره ويحس بالإمتنان لأ بقى جواه الحقد والحسد والغل والغيرة من أخوه فقال أنا لازم أتخلص من المال بتاع أخويا دي وارجعه فقير زي وأكتر قال أعمل إيه فقعد يسأل حد معين فقال له فيه واحد مشهور بالحسد شوف أي واحد كده يحسده يرجعه فقير أو يموته أو يحصل له أي حاجة فمن سخرية القبر سبحان الله راح للرجل اللي بيحسد قال له أنا عندي أخويا جايا له قافلة من الشام أو من الحجاز تمام؟ وعاوزك تقف في مكان معين وأول ما تشوف القافلة تحسدها علشان القافلة تخسر وأخوه يخسر كل فلوسه ويرجع فقير المهم بالفعل اتفقوا مع بعض دربة عين وفي يوم معين وقفوا على تب عالية أو على جبل فالأخ الحقد أو الحاسد فقال للرجل اللي بيحسد قال له بس القافلة قربت فقال له فين أنا مش شايفها كان سبحان الله الرجل اللي بيحسد كان نظره ضعيف أصلا فقال له أنا مش شايفة فقال له القافلة اللي جاية هناك فالرجل اللي بيحسد قال له يا انت نظرك قوي جدا معقول انت شايف القافلة لحد هناك كده فالرجل اتعمى الرجل اتعمى والقافلة عدت بسلام ومن فيش أي حاجة فدي كانت الرواية التانية من حفر حفرة لأخيه وقع فيه تلتة بقى لشان خاطر بعد كده نبقى نعقب في النهاية كان فيه الملك أو الأمير المعتصم وهو أحد ملوك الدولة العباسية أو أحد أمراء الدولة العباسية فراح له رجل من البدو فالرجل من البدو ده لما راح هناك الملك المعتصم أعجب جدا بشخصية الرجل ده وقربه منه وبقى جليسه لدرجة انه وثق فيه وبدأ يدخل عليه القصر من دون استئذان ففي أحد الوزراء بتاع المعتصم حس بالغيرة وبالحقت قال بأنا وزيره معاه معاشره من سنين ويجي واحد من البدو مكملش شهر ولا شهرين ويبقى مقرب جدا من الأمير أنا لازم أوضح حد للموضوع ده وقت للرجل ده أوكد له بمصيبة تخليه مشى من هنا فبدأ يتقرب من الرجل البدوي ده وفي يوم عزمه على الأكل عنده في الدار فهو بيطيب له الأكل حطي له فيه ثوم كتير ثوم كتير به ثوم بس زيادة عن اللزوم فبعد ما أكل قال له خلي بالك تروح تقرب من الأمير لأن الأمير بيكره جدا رائحة الثوم ولو شم رائحة الثوم منك ممكن يأذيك أو يعاقبك أو يسجنك فالراجل خاف جدا وساب الراجل وراح للملك أو راح للأمير قال له الراجل البدوي اللي انت قربته منك دير يقول قدام الناس إن الملك رائحة فمه كريهة وإن الملك مش مهتم بنظافته أصلا وإن الملك اللي يقعد جنبه يشمئز فالملك اتغاز جدا من الراجل ده فبعد بإرساله فالراجل البدوي طبعا سامع الكلام من الراجل إن هو الملك ما بيحبش رائحة الثوم فأول ما قعد قدام الملك فحطي إيده على فمه وبعد عن الملك فالملك قال بس يبقى الوزير بداي كلامه صح يعني ضرب زي ما قوله إسفين من بين الاثنين فالملك حب يتخلص منه في إيه فكتب الرسالة وكتب جواب وقال له خد الجواب ده ودي لأحد الناس وهو هيرجع عليك بجواب تاني إبعثه لي فكان مضمون الجواب ده إن الشخص اللي جايلك بالرسالة اقطع رقبته الشخص اللي جايلك بالرسالة اقطع رقبه والملك عاوز يتخلص منه إزاي واحد يقول على الملك إن رائحته كريهة فالراجل البدوي وهو طالع الوزير شف في إيده الرسالة قال له إيه اللي في إيدك ده قال له ده رسالة الملك بعثها لي أدها لأحد الناس فالراجل طمع جدا الوزير قال له أكيد قال له تبخد ألف دينار وهذه الرسالة دي أنا لها وديها وفي الفعل خد الرسالة راح أول من الراجل لينك قرأ الرسالة نينجا استاعش ثاني يوم ثاني يوم الملك شف بيسأل عن الوزير مش موجود ثالث يوم مش موجود فعرف من أحد الحراس إن الراجل البدوي لسه في المدينة فالمجل اللي كتعجب جدا فبعت في إرسال الراجل البدوي قال له إنت كنت فيه ولتنا مرحتش وديت الرسالة لي قال له يا مولاي الوزير أخد مني الرسالة ورح هو يوجيها قال له هل فعلا إنت قلت للناس إن أنا رائحة كريهة وإن أنا إنسان اللي بيقعد جنبي باش مائز قال والله يا سيدي أو يا سيدي الملك إن الحكاية إن الراجل عزمني في البيت عنده وحطي لي ثوم في الأكل وقال لي إن الملك بيقره رائحة الثوم ولما قعدت جنبك خفت على نفسي منك فحطت إيده على فمي فأنت فأنت غلط فتعجب الملك وقال إيه سبحان الله يعني نال جزاؤه قاتل الله البغض والحسد والحقد ومات والراجل خد الراجل الملك خد الراجل اللي بدأه وقربه منه خلا وزير ليه تمام وقال للكلمة المشهورة من حفر حفرة لأخي وقع فيها فدي نهاية الثلاث قصص وكمان الغولة برضو الحمزة اللي كانت عاوزة تروح تاكل الولاد فضلت تتخطط لحد في النهاية هي اللي ماتت بالضبط معنا كيما قلت أنت فيها الربط اللي نقولها بالتونسي كيفيش حمزة المثال يحفر حفرة السو ما تحفر كان قياس نقوله يحفر حفرة السو ما تحفر كان قياس كمعني اللي مش تحفر حفرة السو والحفرة الخائبة للأسف أقرب الناس لينا هم اللي تضربة منهم بتوجه يعني ممكن يكون واحد بعيد عنك مش عارف نقط ضعفك أو مش عارف لكن القريب منك هو اللي بيحفر لك حفرة وبيخطط لكن في النهاية على البغي تدور الدوائر يعني في النهاية الظلم بين الجزاء فدي كانت قصة المثال بتاعنا ويارب يكون عجبكم وعجب السادة المستمعية يعطيك صحة صلاح أنت ديما هكا يعني تطربنا وتنعمنا بالحاجات الحالة وهذه المزينة والأمثلة الشعبية متاعك علىك كل يوم احنا عنا معك موعد بيانشور في مع المصري مع المصري وتوى وقيد مع المصري وقيد مع المصري وقيد مع المصري وقيد مع المصري لنهاية حلقتنا لليوم الحل المتحى عندي ترعى حتيما محاولة تقبل حقت بطن لا لو شخصي ما قلتش ليه ما قلتش ليه والله أقسم بالله قد شخور سرج لحصانيك أقعد تبع الحدث متاعك جيت إجابة كيكة سبونتانية الحدث متاعك لول أراه ديما عنده أذك أنا نتبعه قبل برشة كنت في الإكزامريات والله عندك الحدث ديما لول ديما يكون عندك فيه الحق أغيرتكم صحة مشكلين الناس كل اللي دائما تبعتونا مشكورة شكالي ديما حاضرة معنا مشكور جدا حمزة رشيخ يا تك ساحة مشكل جدا صلاح يا تك ساحة مشكور شيف أمين اللي ديما منعورنا أونس العزيزة يا تك ساحة على المبلاسمان متاع الستوديو متاعنا مشكور جدا يوسف الصدفي على النحاس القروي أمنى بوخيت أيضا في الإخراج اليوم التقني أعطيها الصحة وإعدمي للسعيد مرة أخرى شاركوا كل عام وتحية بألف خير أيضا مشكور سهيل في الديجيتال كنتم معكم نور البيج إن شاء الله ودوا نتقاوا في نفس التوقيت ما تنسيبش تعضلوا الموجة على التسعين ثلاثة شراء تصوموا وتفتروا بالساحة وقت أسبوع الأفرة مع بنت رمضان الجو معنا يسر مزيين انتي يلي تسمع فينا جبني لكم تبارة بنينا في وسطها حكية وتشنشينا ملافاش تستنى وعدل الموجة مع نور ولي كخونيكور كل يوم من اثنين للجمعة من مادية 3 إلى 5 على الحياة فان رمضان على الحياة فان بنا أخرى ترجمة نانسي قنقر